في العراق لا تزال أزمة المشاريع السكنية المتعثرة عالقة دون إيجاد حلول جذرية لها هنا في مدينة الديوانية في محافرة القادسية مئات الشقق السكنية غير المكتملة التي اصطدمت بعقبات ضياع التمويل والفساد الحكومي المتجذر على الجانب المقابل تعيش عشرات العائلات الفقيرة في مساكن عشوائية في معسكر في الديوانية أقل ما يقال عن ظروفها أنها غير إنسانية وينتظرون تحقيق وعود بتسليمهم تلك الشقق الخاوية هذه هي كتر العطاء باني منها عندنا صعافها أما وكوتي منها عندنا صعافها ما حادي جاي الطونا على أساس إحنا العاجزين أنه دول العاجزين ما الطونا وإحنا ناس عاجزين وحتى والله بيتاني واقع غرفة واحدة قاعدين بيها وإحنا ثمان عوائل قاعدين بغرفة الله أكبرك من نفرات العالم فقرة وقاعدة وما عدها لا بيوت لا سكين كل شو ماكو بتتجاوز قاعد الوان أي ماكو واحد طلع ليني وقال بيكم خيروا تدللوا وعوذكم وطيكم بيوت ماكو كل الانتخبة يعوفنا ويروح ورغم الظروف القاهرة التي تعيشها تلك العائلات في الديوانية إلا أن السلطات الحكومية لم تراعي أوضاعهم بل وهددتهم بالطرد والترحيل والله يوم من السقوط لليوم كل شي ما شفنا وهاد تشوفنا بها صبخة بلترى بزنبايلها تاكل بنا العجارة بالحياية ولا مراضها أنت تشوفها بعينك وتدري احنا لو عندنا مكانات نبقى هنا لا والله خالة ما نظل بس انطرار غصبا علي نظل إن هنا جاعدين لا بيت عندنا لا مكان عندنا وين نمشي من جانبها أرجعت هيئة الاستثمار في القادسية استمرار مشكلة المشاريع السكنية المتعثرة إلى تباطئ وزارة المالية بتوقيع العقود فضلا عن عدم توفر بناء تحتية لتلك المشاريع مشكلتنا هي توقيع العقود مع الجهات المالكة وخصوصا وزارة المالية أدعو الأخ وزير المالية لإسراع بتوقيع العقود وخصوصا فيما يتعلق بالمشاريع الاستثمارية أيضا مشاكل البناء التحتية ندعو الأخوة في الحكومة المحلية والحكومة المركزية التركيز على إيصال البناء التحتية لمشاريع الاستثمار وريث ما تتحرك الجهات الحكومية المعنية في محافرة القادسية لحل تلك العقبات تبقى هذه العائلات في الديوانية وفي مدن أخرى من العراق تصارع لتأمين سقف لها في بلد أتعبته الأزمات والفساد الحكومي نحن ندعو